شيرك شغالة جماعة ما يقولوا مافه الناس جماعة بيدعوا الناس ينادوا لأموات والغايبين الزول الميت دا غسلوا كفنوا رفعوه أربع انفار ما قادر يتحرك وما عندو شي الميت دا جماعة كفنوا جيب ما فيو ما عندو شي في كفن فيو جيوب في زول بيدفنوا شايلة قروش ما عندو اي شي جوا ويسألوه جوا مان ربك وده بره بنادي فيو الحاقني وافزعني وده كلام بيجيبوا في الصحف ويجيبوا في الإزاعات ويجيبوا في القصايد بيلحنوا إنا بخطب في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله إسماعيلوا الناس ما مركزين فيها هن مع اللحن دا ما بركزوا فيها انت عارف قال شنو من غير لحن الناب خطب يعني جات مصيبة في البلاد نزيلوا مصيبة في البلد قل يا ولي الله إسماعيلوا ما تفون في اللبيض وإسماعيل ذاتوا القالوا نادودا في جريت الدار 2015 و2017 قريتنا اللي اتنين بحيوني 2015 واحد اسمه شيخ رضا قال الغفير بتاع إسماعيل ضبحوه الغفير ضبحوه وإسماعيل جوه في القبر ما قدر يحمي غفيرو الجنبو ضبحوه بيقدر يحمي الزول منهم بده يناديو يا جماعة 2017 ل2018 جابوا قالوا يا جماعة قبة إسماعيل مع الخور قبة إسماعيل وقعت رب لها قريب مئة سنة وقعت والجماعة جابوا تبرعاته شنو 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 يعني قبة وقعت يعني الطوب وقع فيه تل 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 وراقل تحت الطوب وقع وما قدر يزبط القبة ده ابن الجيك انت من الشدايد ابن الجيكما شكذي الزول يدعو الله براه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ولليلة شفت دي المظهر التاني من الشرك الأول الخلق التاني موضوع الدعاء التالت موضوع علم الغيب للليلة شغالة جماعة أس الجمعة القبل الفاتت الجمعة القبل الفاتت والذي عيان وديته مستشفى أي هذا مستوصف والله في شرق النيل مستوصف الود من تظرين ذاك الفحص والنتيجة وكذا قعدنا في الاستراحة الانتظار دي بعد شوية شغلوا في الشاشة جابوا بيت لابسة توب هناك مرأة وخذت ودعات قدامه ودع ودع بعد شوية جابوا لك قصيدة ستة الودع أرمي الودع لي كشكشي شوفيه لي كان فيه شي قوليه لي ما تختشي يعني الدعاء لعلم الغيب يعني الوداعية تعرف بكرة بيحصل شنو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ولو الوداعية بتعلم الغيب ويمشوا للفقيق ويقول شوف لينا الرايحة دا قاعد في بلدنا جماعة ولا ما قاعد النبي عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم من رواية معاوية بن الحكم السلم لما سئل عن هؤلاء قال لا تأتهم شفت البدع المالغيب ديل وبجيب الرايحة وبعرف بكرة بيحصل شنو وكذا وعنده خدام وبجيبوا ليه كذا وكذا قال لا تأتهم كذي دمص الحديث نطق بالرسول باللفظة دي كذي صلى الله عليه وسلم لا تأتهم ما تمشي لهم دا والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليل الليلة ما شغال يا جماعة من مظاهر الشرك الناس بيقول لكم ما في شرك الحلف بغير الله الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي أنا قربت أختم في سنن الترمذي حسنه الألباني من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك حسن ما في حلف بغير الله وحات جناي وحات النبي وحات القعدة دي وبين الفناني ذاته يقول لك كذي وحات الريد وحات شنو وحات وحات وحلفوك وقل لك عليك النبي وعليك الرسول كان تقعد ما بقول لك كذي وقل عليك الرسول كان تقعد وده شرك بالله سبحانه وتعالى من مظاهر الشرك المنتشرة جماعة وبعدها أختم بآخر شبهة إن شاء الله تعالى التمائم الحجبات النبي عليه الصلاة والسلام في مسنة إمام أحمد وفي السيسلة الصحيحة من رواة عقب بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك تميمة نكر في سياق الشرط تفيد العموم أي تميمة مجمعوا لك من القرآن عبد الله بن وزعود قال ولو من القرآن مبجوز قال عبد الله بن عكيم قال مبجوز عائشة قالت مبجوز عقب بن عامر قال مبجوز حثيفة بن اليمان قال مبجوز ولو من القرآن لا القرآن نزل رضي الله عنهم ديد لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما قال طوح حجبات ولا علا غزين في البيوت ولا كتب في الألواح حتى سوام حيات ما من الدين ولا كتب في أوراق حتى في من قد سوى بخرات لا ترغيبه ما عليش ما في مشكلة ترغيبه لكن ما تمائم ترغي وتنفث فيه مو يتشربه ده قراية ونفث فيه مو العلم قالوا الدليل الرسول الله سلم لما نيجي ينوم بيقرأ قل الله أحد والفلق والناس وينفث ويمسح ما استطاع من جسده تقرأ وتنفث فيه مو يتشربه مش تكتبه وتنزله فتقول الله جماعة الآن من الشرك